اشتركوا في القناة في هذه الفقر المميزة في برنامجكم اليوم يأبي لكم سيارات جدا رائعة و جميلة واسعارها بعد جدا طيبة خلكم يانا شاء الله تابعونا بتعرفيه وياكم على صاحب المعرض يخبرنا أكثر وكثر عن هذه السيارات المميزة رجعنا لكم مرثانا مشاهدين متابعين الكرام لتعرفيها وياكم على صاحب هذا المعرض ونتميز بالسيارات الموجودة عنده طبعا شيء من الليكسز وشيء من السيارات البيم وشيء من السيارات الليل الأمريكية دوج والسي 300 كرايزرر بس خلونا تعرفوا ياكم بداية على صاحب المعرض السلام عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله مرحبا سيد عرفنا باسمك عفوان وريد لطيف صاحب معرض القداحي ديارة السيارات في امارة الشارزي اليوم ما شاء الله عندك سيارات أو مجموعة من السيارات الفارهة التي هي من ضمن الياباني والألماني والأمريكي فبداية نعرف سيارات الموجودة عندك هل هي كلها خليجية هل هي سيارات مستوردة من خارج الدولة أم أنها هي سيارات على الضمان إلى الآن سلطان شامشة سيارات متنوعة خليجية وأمريكية وقسم وارد ألماني هم فسيارات الخليجية حقيقة عندنا من الليكزيز والمارسيدس والتيوتا والشارجر وعندنا كذلك سيارات أمريكية من الليكزيز والمارسيدس والسيارات الأمريكية سيارات متنوعة حتى أنا من كثرة السيارات الموجودة عندك نوهت بس على الليكزيز أو الألماني والأمريكي فقط لكن عندك سيارات كثيرة ما شاء الله أنا ما نوهت عنها طبعاً مثل ما بلغيتنا أنت خبرتنا عندك شيء من السيارات التيوتا عندك الإعتغذ الكامري وعندك شيء من البانات نعم نعم خبرنا عن إقبال هل يوجدس بإقبال عن نوع معين من السيارات الموجودة عندك؟ أو بكثرة ماذا يقبلون عليها؟ بالأخ سلطان الإقبال على جميع السيارات ولكنпервых أي سلطان الإمارات لطبق هذه هذا المساحة مشاهدة أقام لأجموعة من كأشخاص لدينا سكارات للتصدير سيارات الامريكية مثل الامريكية مثل مطلوبة سلطنه عمان مثل Theyuczaza مثلك الكامري والأ���لون سالم العراق لا يتميذج هذه السيارات امريكي تلي steady السوق الحمد لله جيد سيارة خليجية وikiran السيارة الامريكية الوارد نتحدث عن السيارة الليكسزل S 460 ما شاء الله الخليجة لون البيض ما هي موصفات الأسعار كم كيلومتر ماشية هل على الضمان أم خرجت من الضمان هذه السيارة 460 لارج فل ألترا سيارة خليجية تحت الضمان تشيكات وكالة كلها السيارة سيارة سيدان تعتبر فاره السيارة وفخمة السيارة من نفس الوقت سيارة مقبولة من لدى الخليجيين وبالدرجة لديهم مرات عربية الموديلها عفوا موديلها 2013 هاي السيارة 2013 كيلو كمل ماشية 100 ألف تحت ضمان السيارة 100 ألف تحت ضمان وكلها تشيكات وكالة السيارة ما شاء الله والسعر كم مطلوب فيها مطلوب فيها 155 سيارة 155 ألف سعر السيارة وطبعا سيارة تتمول عن طريق البنوك طبعا نحن في الفترة عندنا إقبال من المواطني بكثرة على تمويل السيارة بعد الزيادة اللي قام بها الشيخ سلطان فصار إقبال من قبل المواطني الدولة على السيارات بكثرة فصوصا فئة الشباب كل شيء أهل ما شاء الله إذا ننتقل لياك إلى الألماني أو مثل سيارات المورسس والبيم نعم خبرنا عن المورسس اللي هو هذا السيلفر اللي هو الـ E300 هاي الفئة الجديدة من السيارة المارسس E300 نعم الموديل 2017 نزلت يعني تغير الشكل بكامل بدء السيارة كلها تغيرت تشارع فيها نعم نعم فصار السيارة بشكل جديد يعني تغيرت كلها تقريبا كل السيارة تغيرت البدي والماكينيا والسيتات سيارة كلها شملها تغيير كامل السيارة المورسس هاي الفئة الجديدة من السيارات هي الـ E300 هاي تعتبر من الفئة الـ 6 سيلندر أو 8 سيلندر المحارب هاي هسا تأتي بـ 2 تايب تيجي تأتي بـ 4 سيلندر تيربو و 6 سيلندر 6 سيلندر نزلحين خبرنا عن السيارات اللي عندك موجودة حاليا كم وصفات كم وديل والكيلو متر هاي سيارة اللي عندي ماشية حدود 1,000 ميل سيارة أمريكية وارد 1,000 ميل 1,000 ميل ماشية فقط ما يقارب 5 أو 4,500 4,000 ما يقارب حدود 3,500 كيلو متر هاي سيارة سيارة 2017 سيارة فيها رادار فيها كاميرا بدرجة 360 درجة الكاميرا مالت يعني نوع جديد منزل بالموديلات القديمة سيارة إضافة لخط رادار لان إضافة لأن هذه المكينة مات تيربو يعني 4 سيلندر سيارة بس قواتها جدا تيربو سيارة تصل سرعتها 260 بهذه المكينة التي هي 4 سيلندر وما شاء الله المرسس من السيارات التي هي الجميلة والمرغوبة دائما والكل اللي حب أن يركب السيارة وكابينة واسعة السيارة تسعر بها براحة بها سيفتي عالية هذه السيارة وثابتة بسرعات عالية ثابتة على الطرقات الخارجية ما وصفاتها تخبرنا من داخل السيارة شو يميزها اللون مثلا لونها من برع جميل ما شاء الله مميز الرمادي بس الداخل ما لها يعني يسميه بالخليجين هليوس يسمونه هليوس أو أبيض عرفتلولها صحيح القمارة في متازة بعدة ألوان تتغير بحدود أربع علوان وخمسة علوان للقمارة الداخلية تقرد وإضافة فيها طبعا السائق يتحكم فيها يعني تقعد فيها كأنك قاعد غرفة نوم يعني إضافة إلى سيتات الواسعة جدا يعني يعني تأخذ راحتك بها متسوق يعني حتى الراكب يعني يعني سيارة جدا مريحة مريحة إضافة للمتبريد يعني في السيارة في كل مقصورة السيارة أتحس أنت قاعد قدام المكيف يعني موش بزلي قدام حسب التبريد ماشاء الله التبريد بكل مكان في السيارة نبقى نعرف سعر السيارة ماشاء الله هذه سعرها الوارد 175 أبدا 175 أبدا طبعا نتكلم عن الوارد لكن السيارة الخليجية هذه سعرها ما بقل عن 250 أو 300 تقريبا أستاذي أتوقع بوكالة سعرها 272 تقريبا سيارة ما شاء الله بعد هذه جديدة إلى الآن حلوة جديدة كل شيء وفيه قبال عليها معارض الشارج الرقع الحمراء الجديدة خبرنا بشكل عام اقبال الناس المبيعات فيها بشكل عام هل فيه تغيير عن المعارض السابقة والمكان الذي يديد حاليا أخ سلطان الإقبال يعني جيد على سوق الشارج الجديد بالرقع الحمراء مساحة واسعة زبون فيه باركنات للسيارات منظم يستطيع يوقف وينزل يشوف أي سيارة والزبون بالدرجة الحقيقة ساعدنا والزبون من سلطنة عمان والزبون السعودي كذلك دول خليجة دول مجلس التعاون الخليج زبون بكثرة حقيقة وأخواننا المواطنيين الموجودين والوافدين بدولة الإمارات هم كذلك إقبال عليها واسع وخصوصا تميز سوق الشارج بالسيارات المستعملة تميز عن باقي الدولة وباقي دول مجلس التعاون يعني كل مجلس التعاون الخليجي أي فرد يأخذ السيارة مستعملة أول ما يأتي يأتي سوق الشارج على إمارة الشارج على إمارة الشارج يعني بصراحة إمارة الشارج متميزة بهذا المثال بالتنظيم بالمعارضة الجديدة وبكثرة السيارات وبنوعياتها والمستعملة النظيفة وتلقيها بكثرة في إمارة الشارج الله يعطيك العافي بإبراهيم تعرف أنت السوق قائم على إدارة الجديدة نعم بإدارة الإخوان في إدارة شركة أصول نعم ومجهودكم أنتم أبعد كالتجار كأصحاب المعارض والمصداقية في بيع وشراء السيارات ما شاء الله والسيارات الموجودة عندكم طبعا كلها تكون نظيفة مثل ما نقول أيام المعارض القديمة حاجة المدعوم والمصبوغ واللي يقول لك السيارة ما فيها شيء لكن آخر شيء أثناء الفحص تلقى فيها سبحان الله بلاوي السيارات الحمد لله إدارة السوق إدارة منظمة من شركة أصول وعدنا الفحص قريبنا من قرية التسجيل ويقدر أي زبون يأخذ السيارة يفحصها فحص تسجيل أو فحص شامل يقدر يتأكد من سلامة السيارة قبل أن يشتريها أو وسائل فحص من شركة أصول وفحص من قرية التسجيل من قرية التسجيل فمضمون حقوق المستهلك كبير طريقة شكرا أستاذي أبو إبراهيم على الجولة الطيبة في المعارض السيارات الموجودة والأسعار وفيه عنده سيارات مثل ما قال المستوردة وفيه عنده سيارات الخليجية وسيارات كلها من الفئة سيارات الفارهة وسيارات الرياضية وحياكم الله وزورونا في معارض الشارجة وإن شارة حصون كل اللي عيبكم خاركم وينا وتابعوا بباغي فقرات البرنامج ونشكوكم إن شاء الله نحن في حلقات قادمة مع السلام